بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة مبارح قلنا لحضراتكم على نتيجة اجتماع البنك المركزي أو لجنة السياسات في البنك المركزي اللي رفعت أسعار الفايدة مئة نقطة أساس طبعا كل الناس النهاردة عاوزة تعرف ايه تأثير القرار ده على مصار الدهب او ايه التوقعات القادمة بالنسبة للدهب محليا وعالميا هقول لحضراتك دلوقتي بس ياريت لو حضراتكم مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد اول حاجة النهاردة عندنا سبات في أسعار الدهب ايه 24 مسجل 2463 جنيه ايه 21 مسجل وقت تسجيل حلقة 2155 ايه 18 مسجل 1847 الجنيه الدهب 17240 الانصة الشاشة العالمية قفلت على 1986 وبكده يكون عندنا ارتفاع مش كبير برضو هما الاربعين دولار اللي كنا بنتكلم فيهم عندنا سبات واستقرار في أسعار الدهب في مصر حتى بعد القرار وده سبات سببه هو سبات سعر الدولار في البنك المركزي وجميع البنوك الرسمية وعلى فكرة السبات ده عندنا بقاله حوالي تقريبا 8 ايام البنوك والشهادات ممكن نوصل لايه في الايام اللي جاية هقول لحضرتك ده هنعرفه في الساعات القادمة تقريبا يوم الاحد لانه من الممكن انه يتم اصدار شهادات جديدة لو تم اصدار شهادات جديدة المرة دي هتكون شهادات محترمة شهادات محترمة يعني هتسحب السيولة اللي موجودة في الأسواق ما تتخيلوش ان لسه ما فيش فلوس موجودة مع الناس في بقية فلوس شهادات 18% موجودة لسه زي ما هي المبلغ ده كان رهيب جدا جدا كان 750 مليار ما تمش سحب غير حوالي 300 مليار منهم يعني لسه فيه 400 مليار موجودين في الأسواق ما بين ايدين الناس وبين الحسابات الجارية في البنوك لو تم اصدار شهادة جديدة بعائد مرتفع وتكون شهادة استثنائية مدة سنة هو ده الشيء الوحيد اللي هيكون مرضي بالنسبة للناس في الحالة دي هنشوف انه هيتم سحب السيولة من ايدين الناس ساعتها هنشوف انخفاض في أسعار الدهب بس على فكرة ده في مصر بس كمان ده هيكون انخفاض مؤقت بعديها لازم هنشوف ارتفاع عالميا للدهب يعني الشهادة تاخد لها مدة ما بين مثلا 20 يوم 30 يوم بالكتير جدا لانه الشهادات الاستثنائية ما بتكملش معانا كتير ولكن برضو هتعمل ضعف على الطلب في الدهب ولكن عالميا طيب بعد ما المدة دي تخلص لازم الدهب هيمشي معه عالميا لانه عالميا احنا عارفين انه في الايام القادمة هيكون عندنا ارتفاع وده انا قلت لحضراتكم في الحلقات الماضية اما في حال شوفنا انخفاض في مؤشر الدولار عالميا ده طبعا احنا عارفين ايه اللي هيحصل بسبب حكاية تصنيف وكالة فيتش اللي الاقتصاد الامريكي او الاقتصاد للولايات المتحدة الامريكية من اسري اللي موجب اي ايه وده طبعا بيخليها يعني هو تقرير سلبي في الايام اللي جاية اكيد لازم هنشوف تأثير للقرار ده جماعة احنا ممكن نشوف نشوفنا منهم في الايام اللي فاتت شوية تصريح ممكن تكون يعني لغوشت شوية على القرار بتاع وكالة فيتش ولكن في الايام اللي جاية لازم الاقتصاد الامريكي هيتأثر بده لازم هنشوف تأثير لده وحتى لو ما تمش ارتفاع عالميا يا جماعة حتى لو كان في شهادات هجة الشهادات هتخلص ويكون عندنا احنا وضع تاني مختلف تماما ايه هو موضوع التعويم في حال الشهر القادم تم التعويم واحنا اتكلمنا في موضوع التعويم ده كتير جدا في حلقات الدولار لازم الشهر القادم ان شاء الله هنشوف التعويم هتقول ليه طب ليه ما عومش في الاجتماع الحالي هقول لحضرتك انا قلت الكلام ده من قبل الاجتماع بساعات قلت لحضرتكم مش هينفع يعوم الاجتماع بتاعي مبارح لانه لو كان عوم الاجتماع بتاعي مبارح كان طبعا هيستهلك كل طقته من الدولار اللي لمهم او الدولار اللي لمه فكل الفلوس دي هتنزل الأسواق بعديها بشوية هيشوف أنه السوداء بدأت ترتفع تاني وبتوصل تاني هيجي يتقدم للمراجعة هيطردفد طبعا لأنه مشكلة قلنا مشكلة صندوق النقد الدولي وليه حضرتك بتعمل تعويم لأنه صندوق النقد الدولي عايز من حضرتك أنه يكون عندك سعر واحد للصرف وده طبعا مش هيتم إلا في حال لو كان حضرتك عندك كمية كبيرة جدا وين الدولار نزلت بيها الأسواق ضخيتها في البنوك أي حد عايز دولار ممكن يروح للسوق الرسمي يلاقيه ساعتها السوق السوداء هيتم القضاء عليها تماما يبقى في حال التعويم الشهر القادم إن شاء الله وده قادم لمحالة ساعتها لازم هنشوف أنه السوق الدهب بيرتفع هيرتفع بنفس القيمة اللي حضرتك عليت عليها التعويم وده بقى اللي بياخدنا للحاجة اللي بعد كده للناس اللي حبت بيئدها بها طيب مش هقول له حضرتك حتى الدهب هيرتفع في الشهور القادمة ولو إنه ده لازم هيمشي مع عالميا ومتوقع عالميا هنشوف مستويات تانية خالص من الدهب وكمان عندنا بيان جديد النهاردة بيان التوظيف الأمريكي ممكن يودي الدهب في حتة تانية خالص طيب حتى في حال بيان التوظيف الأمريكي يجي سلبي بالنسبة للدهب يا جماعة احنا عندنا بعد شهر تسعة توقف عن رفع أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي ساعتها تشوف مستويات تانية خالص للدهب طيب حضرتك حابب تبيع الدهبك إزاي؟ دلوقتي حضرتك اشتريت عن نشوف عند أعلى نقطة حد اشترى فيها في مصر كانت 2800 جنيه في شهر فبراير الماضي يعني المفروض شهر فبراير القادم تبدأ تسأل على الدهب تقلق على الدهب تشوف وتقارن أسعار الدهب تشوف طرجة المكسب بتاع حضرتك لكن دلوقتي حضرتك كده بالتاجر في الخسارة أنت كده أصلا كده يعني ما أتمامتش الصفقة النهاردة هيكون عندنا قرار للتوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص من شهر عن شهر يوليو لو جات القراءة أزياد من المتوقع هيكون إيجابي للدهب وسالبي للدرار وكمان مؤشر البطالة برضو هيظهر النهاردة الكلام ده كله هيكون الساعة 3 أو 4 عصرا تقريبا وكمان لازم تكون عارف كتير جدا من الاقتصاديين في أمريكا النسبة بقى 83% بيقولوا هيسبت أسعار الفايدة في الاجتماع القادم الشهر القادم و20% أو أقل من 20% بيقولوا لأ هيرفع أسعار الفايدة ولكن من الطبيعي والمنطقي معاً شينفع يرفع أسعار الفايدة في الأيام اللي جاية بقى عنده تقرير سلبي بقى عنده رقود اقتصادي بقى عنده كل المؤشرات اللي هو قال إنه هيشوفها الأول وبعد كده يفكر يرفع أسعار الفايدة ولا لا في الاجتماع القاء الماضي أو البيان اللي كان بعد الاجتماع كلها مؤشرات سلبية أو سلبية بالنسبة للدولار وتعتبر إيجابية بالنسبة للدهب في الأيام اللي جاية حتى لو شفت انخفاض ما تقلقش مستويات الحالية مستويات محترمة جدا جدا للشراء فلو حضرتك معاك إرشين يشايلهم على جنب ما تسيبهمش في صورة فلوس في الأيام اللي جاية التعويم هياكل كل الفلوس اللي معانا قوة الشرائية بتاعة الجنيه المصري بقت أقل من خمسين في المية مع التعويم القادم مش دلوقتي دلوقتي حوالي بقى تلاتين حاجة وتلاتين ومع التعويم القادم هتبقى الجنيه الجنيه نصه بالزبط يعتبر تآكل فأي فلوس مع حضرتك دلوقتي لازم يكون مع حضرتك جزء من الدهب ما ينفعش في الوقت الحالي تكون فلوسك كلها في صورة جنيه مصري ده كده بالنسبة للناس اللي ما اشتريتش ممكن لسه تشوف نقطة انخفاض هنروح نشتري بجزء من فلوسنا عنده كل نقطة انخفاض ولكن مش أي دهب هنشتريه عشان كده هسيب لحضرتك في نهاية الحلقة حلقتين ازاي حضرتك تقدر تتجنب الأخطاء وازاي حضرتك تقدر قبل ما تروح الساعة تشوف الفيديو تعرف اين نوع السبيكة واين نوع الجنيه الدهب اللي هتشتريه وازاي تشتريه مواصفاته واين نوع الفاتورة اللي تتكتب لحضرتك وكل الكلام ده كله حابة اقول حاجة تانية في النهاية الناس اللي معاها دهب حتى لو اشتريت عند 2800 جنيه الأسبوع القادم لو شفت شهادات وشفت انخفاض ما تتخضوش في الأيام اللي جاية لجان الخصوم والأصول في كل البنوك هتجتمع وهتقول لنا فيه منتجات جديدة وقول له ما فيش منتجات جديدة صدقوني حتى لو ده حصل هتكون الهوجة كلها قصة كلها بتاعي 30 يوم الشهادات الاستثنائية ما بتكملش معانا زيادة عن 35-30 يوم 35 يوم بعديها هيرجع الدهب يصحح مصاره تاني شوف مستويات تانية خالص للدهب على نهاية اليوم هقول له حضرتكم على بيانات التوظيف الأمريكي ايه اللي حصل فيها البيان ايه اللي حصل فيه وهنشوف منه ايه في الأيام اللي جاية بالنسبة للدهب عالميا ولكن محليا هيكون مرتبط شوية بموضوع البنوك وشهادات البنوك في الأيام اللي جاية اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتكم استفدتم منه ولو بمعلومة واحدة دلوقتي هنطلع بمعلومة واحدة اللي معاه فلوس وحابي بيشتري دهب دلوقتي المستويات الحالية مناسبة جدا اللي معاه دهب حتى لو اشترب 3000 جنيه ما تقلقش هتوصل للمستويات دي ان شاء الله اكتر وانفرح حضرتكم وانقول لكم امتى وقت جاني الأرباح